في ظل موجة الحر التي تتأثر بها المملكة اليوم أو لليوم الثالث تجددت الحرائق في غابات عجلون وتمت الاستعانة بثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي لإخمادها تبعاً لطيبوغرافية الغابات وتضاريسها الصعبة بحسب مساعد الأمين العام للحراج والمراعي خالد الإقضاء محافظ جرش فراس الفعور من جانبه أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحرائق وفي ذات السياق انهارت واجهتين من مبنى أو واجهتان من مبنى مصنع الأسفنج الذي شب في حريق لساعات طويلة بالأمس في منطقة أزهور بالعاصمة عمان وتم إخلاء المبنى من قبل كوادر الأمن العام وتم عزل المنطقة المحيطة حرصاً على سلامة المواطنين ولم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن فيما شهدت منطقة في جنوب العاصمة بالقرب من منتزه غمدان دخاناً كتيفاً نتج عن حريق لم يعرف مصدره وبمنطقة المرج في الكرك أخمد الدفاع المدني مساء أمس حريقاً اندلع في مطعم وسط المدينة اقتصرت أضراره على خسائر مدية خلال لقائه في برنامج أو في برنامج عبر شاشة رؤية جدد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كينان التأكيد على احتساب علامة الخطوة الأخيرة في السؤال الثالث من امتحان الرياضيات الثانوية العامة الورقة الثانية لجميع الطلبة ولفت كينان إلى أن الخطأ مطبعي أدى إلى خطأ علمي داعياً ألا يأخذ الأمر أكبر من حجمه وتدرس الوزارة وفق كينان كيفية تعويض الطلبة جراء إضاعة الوقت بالخطأ الذي ورد في الامتحان حتى لا يظلم أحد من الطلبة وعن موعد النتائج قدر كينان صدورها بعد شهر من آخر امتحان مؤكداً أن نسبة الخطأ بالمعدلات تصل إلى صفر في المياه خطأ مطبعي هذا الخطأ أدى إلى خطأ علمي وبالتالي الطالب إذا حل المسألة جميع الخطوات يحلها دون أي مشكلة حتى بوجود الخطأ يبقى الخطوة الأخيرة اللي هي خطوة التعويض هذه الخطوة تؤثر على يعني الخطأ يؤثر فيها فوزارة التربية والتعليم كالعادة شفافة وتغلب مصلحة الطالب على كل مصلحة سارعنا في الوزارة إلى الإعلان أن هذه الخطوة ستحتسب لجميع الطلبة الذين توصلوا إلى الخطوة ما قبل النحائية أرجو أنه من خلالكم أنه الموضوع ما يوخذ أكبر من حجمه خطأ حصل علجنا الخطأ وحسبنا للطلبة منطمن أبناء الطلاب ما رح يروح لهم يسارع مزارع الصبر في وادي الهدان بمحافظة ما دبا إلى قطف الثمار مع دخول موجة الحر تجنبا لتلفها مديرية زراعة لواء ذيبان دعت إلى قطف ثمار الصبر الناضجة وري المزرعات غير الناضجة مع كل مساء للحد من سرعة نضوجها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأكدت وجود أربعمائة فرصة عمل موسمية في حقول الصبر بعد ورود شكاوى من نقص الأيد العاملة وتشكل زراعة الصبر التي تمتد على نحو ألفين دنوم في ديبان نحو سبعين في المائة من المساحات المزروعة بهذه الفاكهة في الأردن قمل بتوجيه المزارعين الصبر لعملية الري مساء المساعدة في بطع نضوج الثمار بسبب موجة الحر إلى جانب جنة الثمار المشوكة على النضوج تجنب الاترفة وصعوبة تسويقها لاحقا واجهنا صعوبة في الأيدي العاملة مما يعني إحنا العمال بالأصل قليلين كيف مع موجة الحر اللي قادموا ويحذروا منها والخروج بعد الساعة العاشرة إحنا ما راح نحرر يعني نعرض عمالنا على التعرض لأشعة الشمس في الأوقات هاي لكن راح نزيد الأيدي العاملة على أساس نكون قبل الساعة عشرة أو الساعة عشرة مخلصين جني ثمار يجونا مرشدين من وزارة الزراعة عشان أنه نقطف الثمار قبل يعني موجة الحر اللي جاي علينا بصرنا نواجه صعوبة بالعمال العاملة اللي كان ياخذ بست ساعات خمسة وعشرين وعشرين دينار صار هسا ودو ثلاثين وخمسة ثلاثين بنصحة من الساعة ستة الصبح لغاية الساعة هدى عشد اطنعش عشان نصحة بدرية عشان الحم والشوب وبنواجه صعوبة في رقاط الصبر من ناحية الشوك لامثل السنة محمد وبدعي الشباب أنهم يشتغلوا رغم أنه صعب بس في مبلغ وكويس بمشاركة أزيد من مائة وخمسين متسابقا من ثلاثين دولة حصد الأردن ثلاثة جوائز عالمية في الملتقى الدولي للنحالين الصغار بنسخته الثانية عشرة الذي أقيم في جمهورية سلوفينيا من الثالث إلى السابع من تموز الحالي المشاركة الأردنية جاءت بدعم من الاتحاد النوعي للنحالين الذي عمل على تشكيل خالية تدريب وتأهيل للمشاركين من خلال محاضرات وويرش عمل تثقفية في مجال تربية النحل واستثماره قبل شهرين من انطلاق الملتقى كانت المشاركة لمدة تقريبا أربعة أيام الملتقى تضمنت مسابقات تضمنت أيضا اختبارات عملية واختبارات نظرية للمشاركين حقق فريقنا إنجاز عظيم حققنا على المركز الثاني والثالث وكذلك المركز السابع للفريق والحمد لله تم تكريمنا بدروع وشهادات ومداليات المشاركة كانت فرصة ممكن ما تتكرر أو ممكن ما تأتي لأي حدب مثل عمري وحمد لله توفيق من ربي الفوز مثل مركز ثاني على مستوى ثلاثين دولة أوروبية ومن جميع أنحاء العالم شاركنا في ملتقى حالينا الصغار في سلوفينيا وحصلت على المركز الثالث كان في ودنا إنه نجيب أعلى مراكز بس الحمد لله إنه نجيبنا هذا المركز بلجت النحل من قبل سنتين وكنت يعني بشت إنه كنت مع ناحل جدي وحصلت على المشاركت في ملتقى النحالين الدولي تفيض أرض الأردن بإنتاج مادة العسل الذي يصل إلى نحو ثمانمائة طن سنويا بتسعة عشر نوعا مختلفا فلا ينظر للعسل على أنه غذاء مفيد فقط بل اسماته وخواصه العناجية التي ينفرد بها تحقق أنواع العسل الأردنية المصنوعة من مصادر مختلفة من النباتات والأزهار نجاحا كبيرا خصوصا بعد جائحة كورونا التي دفعت الآلاف من مربين نحل المحليين وبقوة لتلبية الطلب المتزايد الإنتاج السنوي ما بين 300 إلى 400 كيلو حسب الجودة الموسم ما بين حمضيات وشوكيات وبنفس الوقت فيه تقريبا بيكون عامل بمعدل 30 إلى 40 طرد هذه المعدات للبيع إذا باعوا أو بيظلوا رصيد عندي للسنة اللي بعدها وارتفع الطلب على العسل خصوصا لاحتوائه على مضادات الأكسد ومزاياه الصحية إذ تنسب إليه القدرة على رفع المناعة ومساعدة الجسم على محاربة أعراض العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات الحصاءات الرسمية بناء على دائرة الحصاءات العامة بتحكي أنه عندنا 1400 نحال مثلا فقط بنتج حوالي بين 200 إلى 300 طن سنويا بينما في الواقع عدد النحالين قد يصل إلى 4000 نحال وهذا بيرفع كمية العسل المنتجة إلى ما يقارب من 700 إلى 800 طن وينتج الأردن 19 نوعا مختلفا من العسل بينها عسل السدر وعسل الحمضيات وعسل الكينة وعسل القيقب الذي يتسم بطعم مر وفي المملكة موسمان رئيسيان للإنتاج الأول من بداية نيسان حتى منتصف أيار والثاني بين شهري حزيران وآب بحسب طبيعة منطقة الإنتاج كوفيد فترة الحضر هي اللي ساعدتني صار في عندي وقت كثير وزايد أني أنا أتعلم على النحل وأرعى النحل بشكل جيد فهذه الفترة ساعدتني وكان في عندي وقت فراغ أني أقدر أتعلم على المنحل بالنسبة لإنتاج العسل بصراحة تعرف الناس بتدور على العسل الموثوق فهلا كل المحيط اللي حولك ماشي ببصي على العسل من قبل بسنة واستوردت المملكة عام 2014 نحو 600 طن من العسل فيما ارتفعت كمية الاستيراد خلال الأعوام الثلاثة الماضية وإلى العقبة شارك خمسون فنانا من خمس دول بمعرض للفن التشكيلي بعنوان القدس بعيون الفنانين ضمن فعاليات ملتقى الفن والجمال السابع الذي تنظمه جمعية أيلان للثقافة والفنون ويهدف المعرض الذي يقدم عددا من اللوحات الفنية التشكيلية والمنحوتات بمشاركة فنانين تشكيليين ونحاتين أردنيين وفلسطينيين اظهر الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربية مدير الملتقى علي كريشان أكد أهمية الرسالة الوطنية والقومية التي تحملها اللوحات والأسلوب المميز الذي يعكس الاهتمام الهاشمية بالقضية الفلسطينية ومكانة القدس في قلوب العرب لوحات تتحدث عن اهتمامات جلالة الملك بالقضية الفلسطينية واللآة الثلاث هذه المرة فيها خمسين فنان عربي طبعا احنا بنسوق العقبة من خلال الفعاليات الثقافية السياحية أنا أكثر إشي سعيد فيه بوجود مجموعة مختلفة من المدن الفلسطينية عكا وصفاد وحيفا ويافا كلهم متواجدين في ملتقى واحد بالعقبة لحتى يفرجوا القدس بعيونهم وألوانهم شكرا للملتقى إليا على هذا التنصير